ونبدأ نشرتنا رياضية من اتحاد الكرة قال عامل حسين عضو اتحاد الكرة أنهم بينتظروا الحصول على موافقة الجهات الأمنية لحضور 50 ألف مشجع لنهائي كأس مصر بين الأهل وبيرامد ده بعد ما طلق الفريقين اختار رسمي من الاتحاد المصري لكرة القدم بتحديد يوم الـ 12 إبريل موعد لمبارتهم في نهائي نسخة 2021-2022 لكأس مصر والمدير الفني للنادي الأهلي السويسري مارسل كولر بدأ رحلة استكشاف فريق غزل المحلة بمشاهدة مبارياته بالدوري وكأس الرابطة للوقوف على نقاط القوة والضعفة في صفوفه بحثا عن انتصار جديد في الدوري فريق الزمالك واصل استعداداته لمواجهة المصر البورسعيدي اللي هتكون بكرة ضمن منافسات الجولة الـ 22 لمسابقة الدوري المصر الممتاز كمان الجهاز الفني للفريق عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات وشرح للعيبة مجموعة من الأفكار التكتيكية والجمل الفنية المراد تنفذها خلال التدريبات الجامعية للفريق ده غير طبعا الحديث عن بعض الأمور الخاصة ببرنامج التدريبات فريق بيرامد حقق الفوز على فيوتشر بنتيجة 2-1 في المباراة اللي أقيمت إمبارح بين الفريقين خلال الجولة الأخيرة من بطولة الكونفدرالية بالفوز ده صعد بيرامد رسميا للدور ربع النهائي من الكونفدرالية كثنائي المجموعة بعد فريق الجيش الملك المغربي المتصدر أحمد هشام لعب نادي الصيد ومنتخب مصر للسلاح ضمن أول مدليا لمصر في بطولة العالم للسلاح السيف تحت 17 سنة واللي بتقام فيه بالغارية في الفترة من 1 حتى 9 إبريل الجاري بعد تأهله لدور نصف النهائي بعد اكتساحه لبطل تركيا بنتيجة 15-6 نروح بقى للدور الأسباني وفريق ريال مدريد فاز على فريق بلد الوليد بنتيجة 6-0 في لقاء الجولة 27 من الدور الأسباني وبالنتيجة دي ريال مدريد بيحافظ على المركز الثاني من ترتيب الدور الأسباني برصيد 59 نقطة وقف رصيد بلد الوليد عند النقطة 28 في المركز ال16 فريق نيو كاسل يونيتد فاز على فريق منشستر يونيتد 2-0 في المباراة اللي أقيمت على ملعب سان جيمس بارك ضمن مباريات الجولة 29 من الدورة الإنجليزي بالنتيجة دي صعد نيو كاسل يونيتد للمركز الثالث برصيد 50 نقطة بفارق الأهداف عن منشستر يونيتد صاحب المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط نادي باريس سان جرمان متصدر قمة جدول ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم تلقى الهزيمة الثانية على التوالي بعد الخصارة 1-0 على يد أوليمبيك ليون بالنتيجة دي وإفرصيد باريس سان جرمان عند 66 نقطة لكنه بقى على القمة بفارق 6 نقاط أمام أقرب ملاحقي لانس أوليمبيك مارسيليا صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب وارتفع رصيد ليون إلى 44 نقطة في المركز التاسع فريق نانت الفرنسي خسر من فريق رمس 3-0 ضمن مباريات أو منافسات الجولة 29 للدوري الفرنسي وطبعا بالنتيجة دي رفع فريق رمس رصيده إلى 46 نقطة في المركز السابع وإفرصيد نانت عند 30 نقطة في المركز الـ 14 وخلصت نشرتنا الرياضية ونعود تاني لعد الصمد وجمانة لاستكمال باقي فقرات السبعة الخير يوم مصر شكرا لك شكرا لك